بالضبط هي دي المشكلة الكبيرة اللي هو طبعا الفنان أحمد حلمي طبعا تحيل الفنان أحمد حلمي وفنه يعني ناقش قضية مهمة جدا هي دي من ضمن المشاكل من ضمن النصايح اللي احنا بنقولها برضو للناس واجبة الفطار يا رمي واجبة الفطار هي المحرك الرئيسي اللي عملت تمثيل غذائي فناس كتير جدا برضو كبار وصغار وأطفالنا بالزاد بيمشوا يروحوا على المدرسة بدون واجبة فطار دي مهمة جدا نيجي نتكلم على تناول الحبوب الكاملة في أكلنا دايما ومن ضمنها ليه الحبوب الكاملة من ضمنها أهم حاجة فيها الألياف وهنا هندخل مدخل للألياف الغذائية والألياف الطبعية الألياف الطبعية من ضمن الحاجات اللي احنا كنا طول الوقت قبل كده بنتكلم عنها أو جدودنا بيتكلموا عنها كله ألياف كله ألياف كله ألياف النهاردة الألياف الطبعية بعد احنا يمكن بنتكلم عن أو دخلت الماركت المصري بقالها حوالي سنة ونص النهاردة بعد مرور سنة ونص قد إيه حلت المشكلة بتاعت الفنان أحمد حلمي اللي هو أنا عايز أكل أنا بأكل كميات أكل كبيرة فبالتالي أنا عايز أكل وخلاص الرز والأكل كله ده الأليافة الطبيعية مزيتها كبيرة جدا في فكرة أنها تتوقف فكرة الشهية المفتوحة اللي كانت في النهاية اعتدنا عليها نتيجة غصبا عنها لأن المشكلة أن احنا معدتنا كبرت قوي فلما معدتنا كبرت جدا بقت تستعب الكميات أكل أكبر فبالتالي الأليافة الطبيعية قللت من فكرة الأكل الكتير والشهية المفتوحة اللي احنا ما بنقدرش نعمل عليها كنترول وبالتالي بتقدي إلى إيه زيادة الوزن أو الإحباط زي ما أنت قلت الناس كتير بتقول خلاص أنا وزن زيادة أنا حاجة عندي ما أغي ليه يعني أنا خلاص أنا هعيش كم مرة زي ما أنت قلت هعيش كم مرة آه أنت هتستفد من موضوع الأكل لكن الأكل زي ما أنت بقول هو متعة مش طويلة يعني أنت مدة الأكل أو الأكل حلو كل حاجة بس في النهاية متعته متعة وقتية يعني عشر دقائق خمس دقائق لكن العلاقة العاطفية الحب العمل الشغل الثقة في النفس بتختلف جدا